السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة دروس الدم والتقوية مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سننجز مراقبة المستمرة رقم 2 للدورة الأولى في مادة النشاط العلمي للمستوى السادس ابتدائي للموسم الدراسي 2021-2022 يعني للمقرر جديد لسنة 2022 تابعوا معي سنبدأ بالنشاط الأول النشاط يقول أجب صحيح أو خطأ العدلة مستجيب حركي دورها تنجز الحركة إذن هذه العبارة الصحيحة نكتب صحيح العبارة الموالية تمر السيالة العصبية عبر المخ في اتجاه النخاع الشوكي إذن هذه عبارة صحيحة نكتب صحيح العبارة الموالية يتكون الجهاز العصبي من الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب العبارة صحيحة نكتب صحيح العبارة الأخيرة الرابعة لتفادي أمراض سوء التغذية يجب الحرص على التغذية المتوازنة وليس الغير المتوازنة العبارة خاطئة نكتب خطأ خطأ نمر الآن إلى النشاط التالي exercice 2 جميلة لتر في ضل l'اكسة دو la proposition correct V c'est-à-dire vrai يعني صحيح أمام العبارة الصحيحة إلى لتر F فو يعني خطأ ضل l'اكسة دو la proposition فو في خانة العبارة الخاطئة نبدأ بالعبارة الأولى يعني عضو اللمس مرتبط بالدماغ والنخاء الشوكي هذه عبارة صحيحة العبارة الموالية يعني أعضاء المسؤولة عن الحساسية الشعورية هما العضاء التخاط فو ننتقل الآن إلى النشاط الثالث أتمم ملء الخطاط بما يلي هذه الخطاطة تبين أو خطاطة مبسطة للعناصر المتدخلة في الحساسية الشعورية السهم هذا السهم يشير أو يمثل ما صار سوية العصبية الحسية المركزية إذن هذه الخطاطة ره مهمة بزاف ويعني خصنا نحفظوها وخصنا نبقوا عقلنا اليوم ونفهموها أولا أولا كي يكون عدنا العضو الحسي هذا العضو الحسي هو المستقبل الحسي يعني المستقبل ديال داك المنبه الخارجي مثلا اليد إلى يعني حسينا بالسخونة الأدن إذا سمعنا شي صوت العين إلى يعني إلى شفنا شي حاجة مثلا الضو إلى شفنا الضو إلى آخره مستقبل حسي بالنسبة العصب الحسي يسمى موصل سيكون عدنا واحد لموصل موصل حسي ثم باحة مخية حسية هنا كي يسمى مركز عصبي مركز عصبي إذن هنا تمر سوية العصبية الحسية المركزية من المستقبل الحسي إلى الموصل الحسي ثم ينتهي بها المطاف إلى المركز العصبي نقر الآن إلى النشاط الرابع النشاط يقول طلبت السيدة سعاد من ابنها إبراهيم إحضار الطنجرة من المطبخ كما هو مبين في السورة توجه إبراهيم للمطبخ وقبل حمله للطنجرة تحسس حرارتها بإسبعه إذن نخدر أسبوع دياله وبغير قيس الحرارة ديال هذه الطنجرة والسخونة ولله وأثناء ألم سهيلها إنزاحت يده بالكامل بسبب شعوره بالألم حرقاته هي جدي بسرعة إذن السؤال الأول ما نوع الحركة التي طرأت لإبراهيم هذه الحركة تسمى حركة نعكاسية لا إرادية إذن حركة نكتب حركة نعكاسية لا إرادية تسمى حركة نعكاسية لا إرادية ثانياً كيف تفسر حدوط هذه الحركة؟ إذن أفسر حدوط هذه الحركة كرد فعل سريع للمنبه الخارجي الذي أثر على الإصبع الإصبع يتسمى المستقبل فنشأت الرسالة العصبية نكتب حدثت حدثت هذه الحركة الحركة كرد فعل سريع للمنبه الخارجي المنبه الخارجي في هذه الحالة هي الحرارة هي الحرارة الذي هذا المنبه الذي أثر على المستقبل المستقبل في هذه الحالة هو إصبع الطفل وأسبوع إبراهيم إذن نتمم فنشأت 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 رسالة عصبية أو فنشأت الرسالة العصبية العصبية هذه الرسالة العصبية انتقلت من النخاع الشوكي الرسالة العصبية انتقلت من النخاع الشوكي الشوكي بواسطة موسي الحركي بواسطة موسي الحركي إلى العضلات من النخاع الشوكي العضلات انتقلت هذه الرسالة بواسط موسي الحركي إذن بواسط موسي الحركي إلى العضلات دون تدخل هذا الشيء كامل كيوقع دون دون تدخل المخ ممكن يدخلش المخ المخ تسمى حركة نعكاسية لإرادية دون تدخل المخ فحدثت هذه الحركة فحدثت هذه الحركة كاستجابة مناسبة كاستجابة كاستجابة مناسبة أفن مناسبة إذن نعيد القراءة حدثت هذه الحركة كرد فعل سريع للمنبيه الخارجي درنا واحد رد فعل سريع تجاه هذا المنبيه ليه والحرارة الذي أطر على المستقبل أطر لنا هو الحرارة أطرت لنا على الإصبع دينا فنشأت الرسالة العصبية من النخع الشوكي من النخع الشوكي نجد مباشرة العضلات كما تدخل لنا المخ من النخع الشوكي نجد الرسالة العصبية انتقلت من النخع الشوكي يعني حي يديه بسرعة هذا هي العضلات ما في انتحر لكل عضلات ديال اليد فحدثت هذه الحركة كاستجابة مناسبة نجد الآن إلى السؤال الثالث انتلاقا من الوضعية ومن مكتسباتك أتمم الخطات التالية بما يلي نكملها ألياف عصبية حسية أصبع اليد النخع الشوكي العضلة ألياف عصبية حركية يكون عندنا واحد لمهيج هنا يالحرارة يعني قصت لنا قصت لنا أصبع اليد نكتبه هنا أصبع اليد ثم يعني مباشرة بعدما قصت لنا أصبع اليد تولد سيالة عصبية تولدت سيالة عصبية حسية بعد استقبال الإهاجة هذه السيالة العصبية الحسية ستكلف بها ألياف عصبية حسية ألياف عصبية حسية ثم نقل السيالة الحسية إلى هذا اللي هو النخاع الشوكي النخاع الشوكي هاد النخاع الشوكي غي حول لنا هاد السيالة الحسية إلى سيالة حركية يك غي حول هلنا السيالة حركية يعني يعني غي حول هلنا السيالة حركية غيتكلف بها ألياف عصبية حركية هما اللي غينقلوا لنا هاد السيالة ستكلف بها هذا الألياف ألياف عفوا ألياف عصبية حركية إذن هذا الألياف العصبية الحركية هم اللي يخذوا لنا هذا السيارة الحركية يعني هذا الرسالة الحركية ستجوها لنا العضلة هاد العضلة هي اللي غادي تدرينا ديك الحركة غا تنفد لنا الحركة إذن أخيرا العضلة أو العضلات هنا هل هي العضلة اللي هي عضلة اليد هنا هي كنت تكلموا عن العضلة اليد العضلة بعيد الشرح هيكون عندنا مهيج يعني واحد المنبيه خارجي يعني هي عندنا حرارة تقول للحرارة اللي كينا في الطنجرة غادي يكون عندنا هنا مستقبل المستقبل هو أصبوع اليد هذا كي تسمى مستقبل مستقبل هاد المهيج كي تسمى منبه منبه ثم بعد ذلك كنت نشأل لنا واحدة الرسالة عصبية يعني حسية كنتمشي للنخاع الشوكي هاد النخاع الشوكي كي يحولها لرسالة حركية هاد السوية للحركية ولا رسالة الحركية كي ينقلوها لنا هاد الألياف العصبية الحركية جهة العضلات كي يدوها لنا العضلات باش يقولوا لها يعني تحركي يعني نفدي لنا الحركة إذا العضلة هي الأخيرة يعني هي كتكون في الأخير كتنفد لنا الحركة المناسبة يعني الإستجابة المناسبة نحن الآن إلى الترجمة الجهاز العصبي السيستيم نيروي السيستيم نيروي ستريس هو ضغط عصبي ضغط عصبي توتر أو توتر إذا ضغط عصبي أو للتوتر